مجموعة مستقبل العمل والتعليم بدأت عمالها في نهاية بداية جانور نهاية ديسمبر وكانت المجموعة تقريباً أعضاءها يتكون ما يقارب مئة شخص عملنا صراحة في البداية وعلى دراسة القضايا التي تهم كل الأعضاء في الدول العشرين طلعنا بتقريباً 16 قضية يحتاجون يعالجونها الدراسة هذه طبعاً كانت بسبب منهجية علمية استخدمنا الاستبانات، الدراسات الاستطلاعية، ورش العمل وما إلى ذلك بعد ذلك عندما بدأنا في العمل طبعاً جاءحة كورونا غيرت المسار، غيرت الأولويات خلنا نقول ما غيرت المسار ولكن غيرت الأولويات وبدأنا نركز على أولويات التي تؤثر مباشرةً على الاقتصاد وعلى الفرد فبدأنا، انتهينا ونتج عن ذلك العمل ثلاث توصيات رفعت لقادة الدول العشرين توصية الأولى تركز على هيكلة سوق العمل نحن نعلم أن سوق العمل كان فيه ثغرات كثيرة وثيرة من سنوات طويلة تحتاج معالجة لكن جائحة كورونا أبرزتها بصورة واضحة للجميع ونتج عن ذلك التفات قادة الدول العشرين إلى أهمية إعادة هيكلة سوق العمل التوصية الثانية ركزت على قطاع المؤسسات الصغيرة والمؤسسات المتوسطة هذا القطاع نحن نعلم جميعاً أن هذا القطاع من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد وهو يعتبر المولد الأساسي للوظائف ولكنه قطاع يحتاج إلى رعاية وعناية دائمة فلما حجمت جائحة كورونا على هذا القطاع تأثر كثيراً فكانت التوصية الثانية هو الاهتمام ورعاية رواد الأعمال ودعم ومساندة المؤسسات الصغيرة فنياً ومالياً ولجستياً التوصية الثالثة ركزت على جانب التعليم والتعليم بشقي التعليم للعاملين على الموظفين الموجودين على رأس العمل والدارسين في القطاع التعليم سواء كان التعليم المهني أو التعليم العام أو التعليم الجامعي وكانت التوصية بالحاجة الماسة لأعادة حيكلة أنظمة التعليم بحيث تنتج المواطن القادر على التعلم الذاتي على مدى الحياة التعليم عن بعد لا يتساوى ولا يعني التعليم الإلكتروني هما نقطتها مختلفتان تماماً يجب أن نؤمن أن التعليم حق للجميع ويجب أن يتوفر لجميع المعلم هو أهم أنا في رأيي الشخصي أنها أهم وظيفة في العالم والمعلم هو المسؤول عن تجهيز واعدات الرأس المال البشري الذي سنعيش فيه أنا وأنت وأولادنا فالاهتمام بالمعلم وتجهيزه سواء اهتمام به مادياً أو لوجيستيكلي أو فنياً أو تجهيز أو تدريب من أهم المعايير التي يجب أن تأخذ في الاعتبار للإعداد للمستقبل نحن نهنأ المملكة وتعتبر من الدول التي عالجت هذا الموضوع بصورة صراحة سريعة وجميلة ولكن الآن ننتظر ما بعد هذا التعديل كيف نتحول من تعليم عن بعد إلى تعليم إلكتروني فعال كيف نقدم التعليم مبني على احتياجات المراحل العمرية المختلفة وكيف نخدم من هما على رأس العمل لإعدادهم للمستقبل يعني من أهم التطورات التي نراها اليوم بعض الدول أسست وزارات متخصصة في الاهتمام بالتجهيز للعمل والتعليم المستقبلي هذا عملها الوحيد متى ما بدأنا نهتم اليوم بهذه الأمور ونعالجها بطريقة صليمة سوف نعيش إن شاء الله مستقبلاً زاهر ويكونون أبناؤنا مؤسسين ومؤثرين في الإبداع والتطورات المستقبلية بإذن الله اشتركوا في القناة